الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى إدراك الحكومة ما قد يعانيه المواطن جراء تخفيف الأحمال لافتا إلى وضع الحكومة خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري وأكد مدبولي غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة كما قام جيش الاحتلال باستهداف عدة منازل بمدينة غزة مما أصفر عن شهداء ومصابين أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة جديدة تتمثل في كثافة استهداف المنازل السكنية وأوضح الدفاع المدني بالقطاع أن هناك أكثر من عشرة آلاف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل مع المفقودين تحت الأنقاض لنفس الإمكانات نشر الجيش الأمريكي صورا تظهر تواجد الجنود الأمريكيين على سواحل قطاع غزة فيما وصفته بمحاولة أخرى لتوصيل المساعدات للفلسطينيين عن طريق البحر وبعد فشل وانجراف الرصيف مرتين تمت إعادة تشغيل الميناء العائم مرة أخرى وقدرت قيمته بنحو 230 مليون دولار أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن لويد أوستن استقبل نظيره الإسرائيلي أف جالنت وأوضح البنتاجون أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتهديئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والوضع بقطع غزة وأضاف البنتاجون أن أوستن شدد على التزام الولايات المتحدة الصارمة تجاه إسرائيل مؤكدا على الأولوية القصوى لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين وشدد أوستن على أن الدبلوماسية المبدئية هي السبيل الوحيد لمنع أي تصعيد إضافي للتوترات في المنطقة تبدلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأوضح بيان لحزب الله أنه تم قصف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة بقوات الاحتلال وأضاف حزب الله أنه تم قصف موقع بركتريشا وتحقيق إصابات مباشرة أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب وأوضحت قوات الحوثي أن السفينة المستهدفة جرى قصفها بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الأوينة الأخيرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندري بلاوصوف أبلغ خلال محادثة هاتفية نظيره الأمريكي لويد أوستن بخطورة تصعيد الوضع في أوكرانيا بسبب تزويد واشنطن نظام كييف بالأسلحة وأضافت الدفاع الروسية أن الوزيرين تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين من استهداف قوات أوكرانية مدينة سيفاستوبول بصواريخ أمريكية ما تسبب في سقوط قتل مدنيين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل